أبو علي من العين يقول رحت المسجد ودخلت في وقت صلاة العصر فصليت ركعتين قبل إقامة الصلاة يقول وأنا في الفاتحة أقيمة الصلاة ماذا أفعل في مثل هذه الحالة أبو علي من العين بارك الله فيك بالنسبة للإنسان الذي دخل المسجد ليصلي ثم أقيمة الصلاة فإن المسألة فيها ترتيب كالتالي أولا بالنسبة للمأموم أو المصلي عموما إذا دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه المسألة الأولى المتفق عليها والذي يعني الناس يعرفونها المسألة الثانية بالنسبة للمأموم إذا دخل والصلاة قائمة لا يجوز له أن يصلي السنة سواء تحية المسجد أو السنة القبلية وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب فإذا دخل والصلاة قائمة كيف يصلي ركعتين تحية المسجد فصلاته مع الإمام هي تدخل فيها تحية المسجد لأن المقصود إيقاع جن صلاة وهو قد أوقع جن صلاة هذه المسألة الثانية أبو علي بارك الله فيك وهي أن الإنسان إذا دخل والصلاة قائمة ما يصلي الأمر الثالث إذا دخل المأموم ولم يبقى على الإقامة إلا دقيقة نصف دقيقة الأصل أنه ينتظر لأنه سيقطع الصلاة بعد ذلك فما دام أنه باقي دقيقة نصف دقيقة ينتظر ويدعو الله عز وجل فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول قال أقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخر الحالة الرابعة وهي أن الإنسان إذا شرع في الصلاة الآن أنت دخلت في الصلاة مثل حالتك ثم أقيمت الصلاة أقيمت الصلاة ماذا يفعل المأموم هل يستمر أم أنه يقطع أم ماذا من أهل العلم من ذهب إلى أنه يستمر لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم وهذا قد شرع في الصلاة وقرأت الفاتحة قالوا يستمر في صلاة قول الثاني قالوا لا يقطع الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب يعني الآن التي أقيمت التي أقيمت هناك قول توسط وهذا القول الحقيقة هو الذي يظهر أنه الراجح جمعا بين الأدلة وهي أنك يا أبا علي إذا كنت في الركع الأخيرة يعني الآن أنت في السجود مثلا أو في التحيات كمل كمل حتى يعني فعلا تحصل الأجر الصلاة التي استفتحتها وأحرمت فيها أما إذا كنت في الركع الأولى مثل حالتك الآن الفاتحة فإنه سيفوتك تكبيرة الإحرام والعلماء نصوا على يعني أهمية وفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام وما ورد فيها من يعني ما ورد في المبادرة إلى حضور الصلاة من أولها من الفضائل ولذلك إذا كنت في الركع الأولى تقطع الصلاة أما إذا كنت في الركع الثاني يعني في نهاية الركع الثاني تكمل صلاتك بسرعة يعني تقتصر على الواجب فقط من التسبيحات بارك الله فيك طيب هنا سؤال آخر يا أبو علي ينشع عن هذا الجواب وطيب كيف الآن تخرج من الصلاة يعني أنا ذكرت لك تقطع الصلاة طيب كيف تقطع الصلاة أنا شفت بعض الناس إذا جاء يقطع الصلاة يسلم على اليمين ويسار هو واقف هذا ما عليه دليل ولا أصل له لأن التسليم هذا بعد انتهاء الصلاة تحريمه التكبير وتحليلها التسليم وأنتم ما أكملت صلاتك ولذلك ما في داع أن الإنسان يسلم على اليمين ويسار أو يقول شيء يقطع الصلاة ويدخل مع جماعة المسجد